لطالما كان دور مصر في إطارها العربية فاعلاً وموثوقاً يعتمد عليه في ظل حرصها الدائم على التنسيق وتشاور السياسية مع مختلف الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو القبول بأي تدخلات خارجية وذلك إلى جانب دعوة مصر الدائمة للتضامن العربية ووحدة الصف وتأكيدها على أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدول العربية كأساس لقوتها لتكتمل قوة العرب بتكامل الأدوار وتنسيق السياسات والحوارات حول التحديات التي تواجه المنطقة وفي هذا الإطار تقف مصر في صف سوريا الموحدة وليبيا المترابطة واليمن الآمن ولبنان المستقر فترفض كل محاولات العبث بأمن أي دولة عربية واستقرارها أو الدعوة إلى التقسيم ومن هنا تأتي دعوة مصر الدائمة إلى الحفاظ على الجيوش العربية وعدم المساس بها والتخلص من الميليشيات المسلحة التي تضرب أمن الدول واستقرارها في مقتل وبالتوازي مع تميز العلاقات السياسية يتواصل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية العربية من عكس على قيمة التبادل التجاري بين الجانبين والتي ارتفعت لتسجل 21.9 مليار دولار وذلك خلال أول تسعة أشهر من عام 2022 وفي أوقات الأزمات والمحن تطلع مصر بدور مؤثر من خلال تسخير كل ما يلزم من إمكانيات لدعم مختلف الدول العربية دون حسابات سياسية أو مساومات وفي جانب مهم من انتماء مصر العربية تتسم علاقاتها مع الدول الخليجية بخصوصية ومميزات كبيرة تؤكد الارتباط الوثيقة بين الجانبين على صعيد التنسيق والتشاور السياسي والتعاون في الموضوعات التي تحقق المصالح والمنافع المشتركة بما يؤكد أن أمن دول الخليج العربي جزء من الأمن القومي المصري لضمان تعزيز قوة العرب بشكل عام في مواجهة التحديات المتعظمة إقليميا ودوليا